مساء الخير وأهلا بكم في حكاية جديدة من حكايات نجاح وحشتونا جدا من أسبوعين كده يوم رأس السنة عملنا حركة مجنونة شوية وعملنا احتفال لشركة كيو اتش بي والمتسابقات اللي فازوا اتصلنا بيهم قدامكم على الهواء شركة كيو اتش بي مش شركات اللي عندها مصدقية عالية جدا مش في المنتجات أو في النتيجة بتاعتها لا هما الناس دي عايزة تفكر برا السندوق عايزة ترجع تاني المشاهد أو اللي بيشترك في المسابقة يكون عنده ثقة في الشركة للأمانة أنا ما تخيلش أن أنا ممكن أكسب والحقيقة أن كل الفائزات اللي برا أو اللي جايين حتى يستلموا الجوائز مكانهم الناس اللي برا عمليين يسألوهم هو أنتو الجد كسبتو؟ طب هو أنتو تقربوا للدكتور؟ لا يعني أنتو مش قريبهم طب أنتو مش شغالين في القناة كل الناس عمليين تسأل الأسئلة دي لأنه مش من متعارف أننا هدخل مسبقة وكسب وكمان آجة استلم الجايزة على الهواء شركة كيو اتش بي دايما مختلفة في كل حاجة بأمانة مش في منتجاتها بس في مصدقياتها النهاردة إن شاء الله إن شاء الله هيكون معانا الفائزات وهيدخلوا يستلموا الجايزة على الهواء مباشرة وهم بنفسهم اللي هيأكدوا لكم أنه هما اشتركوا في المسبقة وما كانوش يتخيلوا للحظة أنه هما ممكن يكسبوا خلوني أرحب معاكم بصاحب الفكرة وصاحب المبادرة وصاحب كل حاجة حلوة وصاحب الفرحة اللي هتتضاف دلوقتي في الستوديو دكتور أمير نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة شركة كيو اتش بي للأدوية مستحضرات التجميل والمستحضرات التبية وحشتنا أهلا بك عامل إيه دكتور إنه مقدمت طويلة دي مقدمت إيه بس اللي أنتو عاملينه حلو وبأمانة أنا وقفة جوة الناس عاملين تقولي الناس دي مش تبعكم يعني أنتو مش متفقين معاهم هي دي بجد مسابقة أصليحنا قلنا أنتو عملتوا كده يوم رأس السنة وخلاص بقى يعني أنتو هتتواصلوا مع الناس وإن شاء الله تبقوا تدولهم الهدايا والكلام ده سدينها كانت نفس ردود الأفعال برضو على الصفحات لما بقولنا الناس ابعتولنا أنتو اشتريتوا منين من أنهي سيدليات بعتولنا صورة الفاتورة بعتولنا أساميكم عشان نعملكوا تصريح الدخول إيه ده هو الموضوع بجد بجد وإحنا رايحين فعلا هندخل وفيهم اللي قدر يجي فعلا وفيهم اللي اعتذر على آخر وقت وقال مش هنقدر نيجي هنحاول نتواصل معاهم واللي هنقدر نبعط له الهدايا بتاعته بإذن الله طبعا بس يعني حتى الناس ما صدقتش يعني اللي كسبت فعلا واتصلنا بها على الهواء قالت ده لعبة دي حاجة أنت تنتظروا كانت مفكرة أنها لعبة وأنا الحقيقة بقى هستغل النقطة دي عشان أعمل دعاية للمسابقة الجديدة بتاعت هدايا عيد الأم أيوة بصوا بقى أيوة قول بقى إيه دي حاجة الخلوة إحنا بدأنا من واحد واحد 2021 خلاص اللي اشترى من واحد واحد يقدر بصورة الفاتورة حتى لو هو اشترى وما يعرفش يقدر بصورة الفاتورة يدخل معنا المسابقة الجديدة على هدايا عيد الأم وبرضو هنعلن عنا هتبقى إمتى والهدايا إيه حلو جدا حتى لو اشتريت من قبل عيد الأم من قبل واحد واحد يعني أنا مشتري واحد واحد بداية اللي الحد 31-12 ده دخل معنا في المسابقة اللي فاتت اللي هنوزع هدايا النهار حلو جدا أنا اشتريت النهاردة أبعتلك النهاردة وأنا كده دخلت المسابقة في أي وقت بقى معاك من هنا لحد ما نقول يا جماعة آخرنا يوم كذا بأي مبلغ أو أي منتج مش منتج معين أي منتج في التلاتة طيب إحنا إن شاء الله كمان لسه في منتجات هتنزل للسوق تاني جري الحاجات دي بإذن الله إن شاء الله طيب أنا نفسي أتكلم كتير ونتكلم عن المنتجات بس عايزين نحمسهم كده بوحدة من اللي فازوا وأول فايزة كانت معنا هي السيدة حسين واللي فازت بالسلسلة الدهب تسوي ليكم السلسلة الدهب الأول أعتقد أن هي ما قدرتش تيجي واللي جيه حد من العيلة ده أنا كنت ممكن أنا كنت ممكن أبعت أي حد أبن الأستاذة سيدة يتفضل معنا أهلا وسهلا أهلا وسهلا ألف ومبروك ألف ومبروك تفضل بقى المايك كده أعيز أوصل بس رسالة إن خلال والدتي إن المنتج كويس جدا وبنصح بننصح به اللي تستخدمه يعني ومعاملة ممتازة والناس محترمة جدا إحنا كنا مفكرين أصلا يعني زي ما بقولوا لي بكده في الأول بس الحمد لله يعني يطلعوا صادقين معنا وأنا بشكروا ما عليش أنا أعيز أسألك وأنتو ساكنين في إيه في المحلة المحلة الكبرى يعني أنت جاي من المحلة الكبرى النهاردة مخصوصة يعني سابق معرفتكم إيه بالشركة قبل كده والمنتجات وإننا بنتعامل مع حضرتكو واتصلنا بيكو بعد كده النوار إنتو شكريتهم من خلال الأونلاين مش من الصيدة اليوم طيب تمام إحنا بنشكرك على تعبك وإن أنت جيت النهاردة مخصوص وصدقتنا أو جيت بنفسك تسلم الهداية إنا بنشكرك على دا كونه وإنت جاي جي في دماغك لحظة إن دي ممكن تكون لعبة مثلا الكاميرا الخفية النس دي بتخذر حضرتكم أنتم لما أكدتوا علينا واتكلمتونا على طول فسدقنا على عفوها طيب أنا كان نشك طبعا أشوف ماما وسلمها الهداية ودكتور أمير طبعا اللي يسلمها طبعا هي بتتبعنا دلوقتي على الهواء على التلفزيون إحنا بنقول لحضرتك ألف ألف مبروك كان نفسينا إن إحنا نشوفك طبعا لكن فرصة تانية نشوفك تاني معنا وإن شاء الله إن شاء الله تكوني فايزة تاني معنا ما عندناش أي مشاكل خالص أهلا وسهلا بحضرتك وسلامنا كتير للوالدة وألف ألف مبروك وإنت بقى تروح دلوقتي تشتري حاجة منهم عشان إنت من تسخبصها إن شاء الله ماشي؟ نورتنا ألف مبروك طبعا مع السلام أنا لو كسبت السلسلة ده بهابعة ماما وبابا وإخواتي وأهلي وكريم لأ بجد صدقني الموضوع مختلف وحلو وكمان طلعين هوا ويعني أنتم عاملين أكتر من هدية الموضوع مش موضوع هدية وبس أو منتج حلو استخدمته وبس ده اللي إحنا تكلمنا فيه في البداية خالص وإحنا بنحط الخطة فقالولي إنه هدية تانية إن إحنا نستقبل الناس على الهواء ونسلمهم الهدية على الهواء ونقول للناس إن إحنا مش جابين حد تبعنا إحنا فعلا الناس اللي كسبت دي كسبت ناس حقيقية كسبوا هدية حقيقية ومحافظات مختلفة مش هنطلع وراها ناخد منه الهدية ولا حاجة أولا موجود وصفحة البرنامج موجود هيفضحنا طيب قولي أنا المنتجات عرفني عليها تاني أو فكرنا بها تاني إحنا أول منتج ابنك البكر بتاع الشركة هو بلا ون واللي ما يعرفوش يقدر يسأل عليه في الصيدليات إحنا مش منتج مضروب ولا تحت السلم ولا بنبيع أونلاين وخلاص لأي حد لأ المنتج موجود ومرخص من وزارة الصحة وموجود في كبرى الصيدليات وأقدر أقول على سميم عشان الناس تتطمن صيدليات العزبي صيدليات عز الدين صيدليات مصر صيدليات نورماندي في مصر جديدة صيدليات محفوز في اسكندرية صيدليات نور في اسكندرية صيدليات 19-0-11 مين تاني من الصيدليات في صيدليات كتيرة بقى صغيرة صيدليات فودة مثلا صيدليات الصرفي صيدليات الفؤاد كل الصيدليات اللي هي بتبع مسكة محافظات معينة أو مناطق معينة حلو جدا 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 يعني أنا لو عايزة أطلب المنتجات دي يا إما هروح الصيدلية أسأل عليها أو من الإتهاج هعمل الأوبشن التاني اللي هو أتواصل معاكم على الصفحة أو عن طريق الأرقام اللي موجودة دلوقتي على الشاشة ولو أنت كلمتينا إحنا هنقولك أقرب صيدليات فين أو هنقولك هتلنى بياناتك وإحنا هنبعتها لك من خلال الصيدلية مش من خلالك مش أونلاين لو ما فيش صيدلية قريبة منك هنبعتها لك أونلاين من عندنا بس ده أنت بتطمني يعني أنا مش لقياها أنت بتبعتها لك من الصيدلية أنا بحاول بقدر الإمكان بحاول أطمنك أن المنتج ده أنت هجيلك من صيدلية بفاتورة صيدلية بورقة صيدلية تقدر يترجع للصيدلية لو فيها أي مشاكل طبعا هو مرخص من وزارة الصحة أنا بس عيدة أولي الترخيص تاني وتالت وعاشر أهو وده قلنا أنه هو حاجة كده زي بديل تكميم المعدة حاجة مصغرة لتكميم المعدة بس حاجة يعني من أليف طبعية نفس ذكرة تكميم المعدة لكن هو مالء للمعدة هو بيملى المعدة عشان يحسسنا بالشبع فما نحسش أن احنا جعانين طول الوقت بس الميكانيزم بتاعه بيعتمد على شرب المياه كتير لازم نشرب مياه كتير طيب أنا المنتج دا دلوقتي بستخدمه كم مرة في اليوم من مرة لمرتين بس آه لأن هو فعليته قوية جدا فأنا مش محتاج أكتر من مرتين في اليوم وأصلاً لو شربته أكتر هو مش مدر لأن احنا شربناه عن هواء أنا بس الميكانيزم بتاعه كل ما أحس أن أنا جعان أشرب مياه نعم ها عامل نفس فكرة السفينجة الفاضية كل ما هتديها مياה كل ما هتكميلي بزياد وتديني بالك في المعدة تديني حجم في المعدة طيب طيب أنت دا عامل عرض عليه برضو خلينا نفكر الناس به تاني دا اللي موجود في الصيدلية والثالة الدى موجود في الصيدلية موجود في الصيدلية طيب العرض دا موجود في الصيدلية فيه عرض تاني من خلال الأونلاين اللي بيشتري عرضين من دا بياخد معاهم ميزان ديجيتال هدية ميزان حمي ده كان بتاعنا كده نزلتوا الصيدالية معلش ده من خلال الانلاين بس مش من الصيدالية ده من الانلاين يعني أنا لو عايز الميزان باخد اتنين بس أكلمكم انتوا فبيجيلي الميزان لكن أنا لو نزلت الصيدالية دلوقتي دلوقتي وإحنا على الهوى هلاقي العرض ده موجود موجود في كل الصيدالية علبة 30 وعليها علبة 10 أكاس ده كده 40 يوم تقريبا يعني 40 يوم حلوة طيب خلينا نستقبل تاني فايزة وهي الأستاذة سوزان تفضلي عملا إيه إيه الأمر ده أهلا نوسعي ألف مبروك الأول ألف مبروك أنت كنت تتخيالي أني أنت تكسابي السؤال ده هاعد أسألهم كل ناس اللي داخل لا أكيد طبعا لا طيب يعني لما جينا كلموكي وقالوا لك يلا بينا وتعالي أنا فح تسرح جدا واتبسطت وقلت يعني هيتأكد أكثر ولم يجي أنا هدب المشوار دخلت بحلت ودخلت الخطوص بس أنا صراحة مصدقة في المنطق لأن المنطق حلو أنت كنت طلبت إيه منهم كنت طلبت العرض اللي مع الميزان البلا أه طلبت البلا فرق في حاجة فرق في 11 كيلو بس أنا مخدش لما أبحت بجد؟ 11 كيلو 11 كيلو كنت تكلي كويس ولا كان سادت نفسك قوي هو بأسي شوية بيقفل الشهية يمكن أنا شوية بأخذ الصبح يمكن أنا أخذ الصبح يمكن أنا أخذ أن أخذت لو أخذت مابيتين كمان كنت أكون أقامي كده مرة أحنا في اليوم تقصودي مدة شهر أخذت مابا الصبحية فعفة أجي على بالليل ممكن أفكها أجوع أتعش لكن هو معي طول اليوم قفل الشهية أخذت أثار جانبية بالدوخي كان بيعمل لك صدوعة بيعمل لك أي مشاكل لا 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 أنت أكيد جربت حاجات قبل كده أنا جربت حاجات كتير بس أنا كنت محسل فيه طاقة بجد؟ بجد؟ عكس الأدوية التانية أو المنتجات التانية أنا كنت بأخذ منتجات بيتخليني أنزل المستشفى مش قادرة أتحرك لا ده مختلف منتجات تانية أنا جربت كتير يعني كانت ممكن تدخلني الحمام كتير صح صح أو بينقص الوزن بالطريقة دي ده لا مفيش الكلام ده خالص ده لا خالص خالص ممتاز بجد هتجرب لي حاجة تانية؟ آه هجرب بس عينها على إيه؟ هجرب حاجة تانية طبعا هجرب بس أنا ما خدت من على الصفحة كان ده أهم حاجة عندي أن أنا أنزل ده و بجسمك إنتي لو قلعتي الجاكت كمان هي دخلك كمان بيو حاجة بامبة قوي إنتي لو قلعتي الجاكت هتوريه من رشاطة فأنا فرحانة فأنا هجربة تانية و هاخذوا مابة تانية أنا مبسوطة أن إنتي معينا النهاردة طبعا وإنتي نورتينا وإن شاء الله هتشتركي المسابقة الجاية آه طبعا أكيد ده أخونا موضوع إيه وأنا هشتركي كل المسابقات طب إدوني كل الترفيذة أنا ما شناخدها منك تاني بورة سديني سديني أنا أخدها واطل عراوة أنا أخدها واطل عاجري مش هستجليكوا بعد الهوة ألف مبروك طبعا جهاز السلكبيل مش كده إنتي كتبتي معانا السلكبيل صح؟ طيب السلكبيل فين أنا واحدة فيهم؟ أيها هو أيها؟ مفيش مشكلة أي تغيير أنا موافقة لو في حدا أكبر أنا كان لبسي في السلسلة التهب اللي بره دي فلا تتمنني ألف ألف مبروك دكتور أمير طبعا يسلمها لك إنا بنشكرك على تعبك وإنتي جيت معانا النهار شكرا خالسليكوا عقبال المسابقة جاهنا هستناكي بس في أول جايزة بقى مش هتخدمنا حاجة صغيرة خلاص إن شاء الله في المنفايزين معانا المسابقة الجاهة إذن الله شكرا ألف مبروك نورتين بصي الناس توقع مبسوطة واحنا مبسوطين والأجواء بتاعت الحلقة اللي فاتت كات حلوة والناس كانت فرحانة جدا وهي بتتفرج ما كسبوش بس مبسوطين إن في ناس مبسوطة وناس فرحانة أنا سأديني كنت أتمنى كل الناس اللي كذبت معانا الفترة اللي فاتت الحلقة اللي فاتت تكون مبودة معنا النهار إحنا كلنا متضايقين بس طبعا هو ظروف الشغل صعب إن هي تتظبط في يوم لكل الناس ده مستحيل يعني طيب تاني منتج معانا وده اللي انت دايما بتراهن عليه الكاردفير ده تقول لي بصي خديه واستخدميه وعلى دبانتي يعني ده منتج أربع منتجات الكاردفير بقى بصراحة لازم أتكلم على حتة مميزة فيه هو الغسول بتاعه مش بس غسول هو ميكاب رموفر ميكاب رموفر بيشيل الميكاب كله بينظف أعماق أعماق المسان مع البخار مع تنظيف عادي مع غسيل الوش الصفحة أو بالنيل هو ما بيعملش فوم كتير على الوش لكن هو برضو ما فيهوش صلفات هو بينظف تنظيف عميق جدا وبيشيل الميكاب من أول مرة يعني نظفه فوق الوصف يعني إحنا جربناه برة تاني وكل مرة هاقول إحنا جربناه برة والأول ما حطناه على طول أنا طبعا مش بيبقى مليان ميكاب ده بيقى طبقات دي مش طبقة واحدة طبقات كتير جدا مرة التانية الموضوع انتهى مع أن فيه منتجات تانية بعض استخدم ثلاث سنين وبتبقى أصلا ميكاب رموفر يعني أنا معتمد على الناس اللي اشترت فعلا وبيجربوا يخشوا يقولون إحنا جربناه المنتج فعلا فعلا ممتاز ده حي يعني الريفيوهات اللي حضرتك ممكن تدخلي تشوفيها على الصفحة سواء في الكومنتات أو ممكن ننزل سكرينشوت من المسجات الناس بتشكر جدا جدا في الميكاب رموفر والفيتامين سي الفيتامين سي ده راهيب رائع والميكاب رموفر أنا وانا ينفع أصحب لو سمحتوا العلبة بعد إذنكم طيب شكرا جدا عشان بيزعقولي طيب أنا عايزة أفتحه برضو نتكلم عنه واحدة واحدة الميكاب رموفر اهو والغسول ده أنا بستخدمه مرتين في اليوم زي اي غسول او زي اي روتين صح؟ طيب ايه تاني؟ بقية المنتجات تعرفنا عليها كده واحدة واحدة ده السحر السحر ده السحر ده للمناطق الحساسة اللي فيها غمقان بالزرع لا جلسات بقى ولا أي حاجة خالص صح؟ سحر الدربة العضية الدربة العضية واللي ده بستخدمه ازاي وبيتكون من ايه؟ أماكن الحساسة ده متخصص في تفتيح الأماكن الحساسة لأي بشرة؟ لا يا حاجة ده مية حساسة؟ لا يا حاجة أي أماكن حساسة هيشتغل عليك حلو ديكو والكوع والرقبة لا انت مقلت ليش المعلومة دي لأ يعني ممكن استخدمه فرقل زبادي يعني في أي منطقة فيها غمقان أنا ما ينفعش استخدمه على الوشي لا على الوشي احنا عاملين حاجة تانية للوشي حاجة تانية أحسن أو مناسبة للمنطقة دي أكتر مناسبة بقى للمنطقة دي انت ده كنت قلت لي فيها عرقسوس أو المادة الأقوى فيها لعرقسوس بالذب العرقسوس حلو جدا ده بستخدمه قلنا مرة ولا مرتين ولا تلاتة ولا أكتر ولا برحتي من مرة المرتين في اليوم؟ في اليوم تمام بخلال قد إيه بابدأ ألاقي بقى نتيجة وأفكته؟ طبيعي الميديكال 28 يوم إيش معنى؟ ده دورة حياة الجلد أوكي يعني أنا بعد 28 يوم الجلد بيتجدد فأنا أبدأ أشوف الجلد بيتجدد كل 28 يوم أوكي آه بس النتيجة اللي بتظهر معنا بتظهر في خلال 14 يوم 14 يوم؟ اه تتحدد ده مش كلامي أنا أول ما نزلنا بالمنطقة قلنا يا جماعة 28 يوم الناس اللي استخدمت جات تقول 14 يوم حلو جدا يعني أنا في خلال 14 نقل 28 يوم وأنا مديات براحك 28 يوم لو استخدمته مرتين في اليوم وده ماكسيمم هلاقي نتيجة كويسة جدا 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 وهلاقي تفتيح حلو قوي قوي ده أي حد ممكن يستخدمه ما فيش مشكلة ما فيش أي مشاكل ممكن مع الليزر مثلا إن في ناس تيجي تستخدم تبقى عاملة ليزر هايل مع الليزر هايل لإن ده ما فيش أي حاجة كيميائية برضو خالص منتجاتنا كلما فيش أي حاجة كيميائية طيب إحنا برضو ده مرخص من وزارة الصحة كله مرخص مفيش حاجة مش مرخصة حتى اللي بتعمله بديد كله مرخص من وزارة الصحة وكل موجود في السيدليات عارف ده ميزة عشان لما يحصل لي مشكلة نلاقي حد أشتكيله يعني مثلا المنتج ده كاردفير اللايين ده كده موجود في اسكندرية في سيدليات محفوظ و سيدليات نور حلو جدا تمام موجود في القاهرة والجيزة في سيدليات فودة سيدليات كير و كير دي من أكبر السلاسل اللي موجودة دلاتك بس حلو أو سيدليات صرافي تمام مين تاني الفؤاد دول أنا لو نزلت دلوقتي روحت سألت في العزب أو اتصلت بالتليفون هلاقي المنتج ده موجود تمام ده علي أوفرز أو حاجة آآ آآ علي أوفر طبعا طيب كالعيدة إحنا ما نسيبكش كده لازم بتكل حاجة هتنقل في السيدليات يا علبة عليها علبة يا علبة و عليها خصم حلو جدا أنا عايزة مخصم أو علبة عليها في علبة بتوصل الخصم فيها لـ 80 جنيه و 100 جنيه ياه هو أصلا نتو لما هتسأله هتعرفوا أنه هو أصلا مش غالي فدي هدية تانية طب ده حلو جدا إحنا عايزين نكمل بس بقية الحاجة الفيتامين سي الفيتامين سي ده الـ ده بيتحط بالليل عشان يأكسدوا الكلام ده ألا لأ بيتحط بالليل ويتحط الصبح بيتحط في أي وقت نرجع نأكد تاني على الامتصاص بتاعه وهو 10 أس سالب 9 ده حقيقي فبنشتغل بحاجة اسمها النانو بارتكال تكنولوجي الامتصاص الأسرع 9 مرات من الامتصاص العادي طيب إحنا هنروح فاصل ونرجع نكمل ونكمل بقية الجوائز فاصل سريع جدا ورجعين لكم على طول ورجعنا لكم تاني ومكملين تسليم الهدايا بس قبل ما نسلم الهدايا هنكمل كلام على المنتجات بتاعتنا وهنتكلم على الفيتامين سي تاني نرجع تاني ونقول ان هو معمول بتقنية عشان نسمع لك بس تعرف ان انا حفظت انه انه بيمتص أسرع 9 مرات من العادي عن تجربة اه انا هوري لهم كمان دلوقتي وما فيه بيتفتح من فوق يعني بس انا طبعا كالعادة بستسر اهو اهو راح خلاص اهو مش موجود وما بيزيتش ولا الهواء ولا الهواء انسى لا ده بيزيت ده انا اضمنه برقابتي بصوا ما تاخدوش حاجة خدوا ده ده يعني خدوا المجموعة بتاعت البشر دي بجد يمكن رائعة يمكن من افضل حاجات البشر اللي استخدمتها في حياتي اهو ما فيش اي حاجة خالص اهو ولا بيزيت ولا الهواء ده فيتامين سي وكل المنتجات على فكرة عشان كده يتحطي تحت الميكاب يتحطي قبل النوم يتحطي بعد بالضبط ما فيش مشكلة خالص بيعمل ايه بقى الفيتامين سي الفيتامين سي ده ترطيب طبعا ترطيب فوق الوصف وفي نفس الوقت بيساعد على اختفاء التجعيد ومنع ظهورها يعني لو انا مثلا خايفة خايفة انه التجعيد تظهر عندي في سن مبكر فابدأ استخدمها فاتقلل ظهور التجعيد تبعينها شوية ولو عندي هتحسن من بشريتي هتقللها هتحسن البشرة وتقلل التجعيد دي خالص هو ده بيتحط في البشرة كلها وحوالين العين ولا ده للبشرة والعين لأ لأ للبشرة كلها عادي جدا انه نحط حوالين العين بالزبط طيب زي ما قلنا الصبح أو بالليل لان معروف ان فيتامين سي زي ما كنا بنقول قبل كده لأ والله ده يتحط بالليل وتدفي النور عشان خاطر بيأكسد ده لأ ده مفيش مشكلة خالص ده مشكلة تماما عن كده مفيش اي مشكلة خالص ده أنزل بيه في الشمس عادي نانو بارتكال تكنولوجي هيبقى زليلني في الكلمة زليلني في الكلمة نانو تكنولوجي تحطي فيتامين سي وانزلي بيه في الشمس وشجرة حاجة مفيش مشكلة مع الشمس ومش بيصمر مبيعملش بوع الكلام ده نسمعوا ده ولا اي حاجة كم مرة في اليوم مرة مرتين زي ما انت عايزة مفيش مشكلة ولا اي حاجة ده عشان طبيعي ولا عشان طبيعي مية في المية مليون في المية طبيعي طب ده حلو جدا بص أنا بحترم اي حاجة يعني ايه ايه عندنا كده سياسة في العيلة عندنا نحط كتير او ناخد الدواء كتير فنخفه بسرعة لا مش بكتره يعني برضو لو هتستخدمي من الكريمات التانية خمسة ملي عشرة ملي ده ملي ده انو بتشرب بسرعة كمان بتشرب وبتفرد بسرعة ده اه اه بيفض نساح كبيرة صح بالزبط وهيوم تص بسرعة فبالتالي انتي ملي واحد هيديك نفس التأثير بتاع خمسة ملي وعشرة ملي بالحاجات التانية طيب تمام المنتج اللي بعد كده بعد ازنوك يا جماعة هسحابه اهو ده مرسوم عليه حتى العين العين ده لمنطقة العين بس ولا هو للبشرة كلها هتقولي لي ايه الفرق بين ده وده ده ترتيب وانتي ايجنج مضاد للتجايد ده تفتيح ده بيفتح تفتيح ده بيعمل نفس تأثير الهالة السودة والبقع الحاجات اللي بتجي حوالين البقع والمناخير واللي جانب الودان والهالة السودة شغله اساسي هالة سودة طب ده جميل قوي ده ده حبيبي ده ده بيعمل نفس تأثير الهالة الحساسة انها ممتازة ممتازة بس انا يعني بقول ممتاز بناء على كلام الناس عشان انا جربت بجد استخدموا المنتجات دي بتاعت البشرة تحديدا تحديدا انا بحدد اهو طبعا بلا وان ما فيش خلاص كلام عليه وده تقريبا من اكتر المبيعات اللي في الشركة بلا وان فخلاص احنا عدنا مرحلة ان احنا نقول ده حلو ولا وحش الموضوع انتهى الحمد لله بلا وان خلاص موجود في كل السادلات والناس الناس بتخش تطلبوا من تلقاء نفسها وفيه ناس فعلا بتكرروا من نفسها ده حقيقي فعلا ولما ما بيلاقووش عندي ناس على الصفحة فعلا راحوا الصيدليات سألوا ما لقووش اتصلوا بنا قالوا لنا ازاي مش موجود في الصيدليات بدخلوا معنا ازاي مش موجود في الصيدليات اللي جنب البيت عندي فاضطريني انا بعت لهم أردر لحد الباب الصيدليات ورحوا استلموهم من الصيدليات من الميزات اللي عندكم خدمة مباعد البيع الحمد لله الكاستوار ده اهم حاجات انت ما بتدعش وخلاص انت بتتابع وبتشوف الدنيا وصلت لإيه اكبر نتيجة او اكبر دليل ان انت فعلا الناس اللي بتكسب انت بتجيبهم وبتتابع وهاتوا الاصال وكل الحاجات دي برضو او لو دخلتوا على الصفحة هتلاقوا دولة ان الناس بعتون على رسائل الصفحة ان هم طلبوا أردر مثلا وتأخر او مجاش من الصيدلية فبيروحوا معواضين ان هم يبعثوا الشحن فري ويبعثوا هدية مش عارف ايه عشان خطر تعوضوا العميل ده بص انا دايما بقول للناس اللي بتشتغل معايا احنا ده كترة مش بيعين فاهم حاجة عندي اهم حاجة عندي ان انا اراعي العميل بتاعي اللي وصق فيها وفكر وكرر ان هو يجرب فهو جالي انا هعمله معاملتي انا كدكتور لي او كطبيب معي انا صيدالي بس انا هعمله كدكتور وقف في الصيدلية لما حد يجي لي الصيدلية انا هرعي هو عايز حاجة معينة هو داخل يدفع فلوس الله اعلم الفلوس دي جايبها ازاي وتعبان فيها ازاي عشان ياخد نتيجة فانا برعي في الحتة دي ده حقي بص انا لان احنا بيجي لنا عن رسالة ويقولوا لنا والله احنا عملنا كذا احنا اتعاملنا ولما بيكون في حد سايق بيقوله الناس ما بتتوسهش طبعا فيبعات يقولوا لا والله انا اتكلمت فلان ورد علي الطريقة وحشة انا اتكلمت الدكتور الفلاني وقال كذا فيحنا بيتبعت لنا وقلنا والله اصل احنا سألنا وما لقناش فالناس عوضتنا وبعتونا شحن فري فدي طبعا بحييك عليها يعني مع ان هي شركة كبيرة وفي ناس موظفين كتير بس لأ هما بيهتموا بكل عميل صغير طبعا الريحة وقلت لك الحكاية دي قبل كده ان انت عندك ميزة ان انت رابط منتجاتك بالريحة اوه وبيك يعني خلاص الريحة دي بالنسبة لي في مخي بتاعة الدكتور امير ده اهو ده اردو اهو طبعا هو فرد حتة كبيرة جدا شكرا راح انت عصلا محططيش يعني انت اللي حططيدي ده كله اقل من الملي ايوه ما فيش لان انا يا دوب انا وقده لحظة كده بص عامل ازاي راح شكرا نفسي بقى تيجوا تلمسوا ايدي بامانة احسن منطق ترتيب استخدمتوا في حياتي المنتجات الفصيدلية طبعا انا بحترمها جدا بس انا من ساعة ما استخدمت ده كمنطق ترتيب انا باستخدمش غيره يعني الموضوع خلاص منتهي بالنسبة لي طيب انت برضو ممكن تقولي انا باستخدمه ازاي كروتين دول كلهم انا هجيبهم مثلا استخدمهم ازاي كروتين هو بتاع العين ده مبدئيا لازم يتحط بطريقة اسمها الطبطبة اللي هو استمر مش بتاعت الجسم مش كده مش طليف كده ده غلط ده بجيب اصلا تجعي يعني اكتر صباع متميز عندي بقدر اتحكم به صباع كبير الصباع الصغير وبالراحة قوي كده ااخد ملي او كده بالزبط او نقطع على صباعي وابدأ افرد بالراحة كده غير كده انا هيجيني تجعي من جوه البرا في اتجاه واحد من جوه البرا او يعني اللي انا بعمله ده كرسة في حق الانسان لا كرسة طبعا صح والله انا حسيت عملا اقولي تجعي جات من ايه طيب فاصل صغير جدا ونرجع لكم تاني ونكمل بقية حدثنا عفوا وتسليم الجوال ورجعنا لكم تاني ونكمل كلام عن بقية منتجاتنا قلنا ان فيه للاماكن الحساسة وده طبعا سحر وانتم ما تجربوها تعرفوا وفيه الغسول بتاعنا وفيه المنتج الفيتامين سي وفيه كمان المرتب للعين واحنا كمان يعني جدعانا كده من دكتور امير رح قال الوشرة كلها تستخدمه مفيش مشكلة نحطه في كل الوش لان الترتيب اللي العين بتحتاجه اكتر حاجة في الوش كله فتمام لما ادي نفس الترتيب ده لبقية البشرة فده تمام بالنسبة لنا الروتين بتاعه ازاي يعني انا بستخدمه الاول الجسول وبعدين احط ايه بعدين احط ايه الجسول طبعا في وقته الصبح وبالليل وبالليل ده الطبيعي اوه لو طبعا بتستخدمي ميكاب طول النهار فيفضل انك تستخدميه بالليل ما تنميش بالميكاب عشان بشرتك تعرف تتنفس كويس وتبقى مرتاحة وانت نايمة والصبح التاني برضو بستخدمه تاني انا اضح بيه وابده احط الكريمات بتاعتي كريم العيني وفضل ان هو يتحط بالليل الفيتامين سي عايزة تحطيه الصبح قبل ما تنزلي مفيش مشكلة عايزة تحطيه بالليل برضو مفيش مشكلة زي ما انا حبه زي ما انت حبه الاماكن الحساسة في اي وقت بقى خيو جدا تمام تحت الميكاب مفيش مشكلة لو حطيت فيتامين سي وحطيت بحيس ان هو يعملي ترتيب ولا اي حاجة خلص هتحطي وتحطي الميكاب بتاعك عادي جدا لو نرجع تاني ونقول انا حطيه تحت الميكاب انا كل مرة هقول نفس الجملة يعني هو ملل شوية بس دي حقيقة انا فعلا حطيه تحت الميكاب فده كده الكاردفير تمام نستقبل بس الفيزة اللي بعد كده او الفيزة اللي بعثت اخوها وهي مارينة جمال وكسبت معنا الهند بلندر اتفضل بصوا بقى من هو داخل من وحنا برا قال لي ما تتكلميش كتير اهلا وسلم الف مبروك الاول فدهل انا مش هكلمك كتير عشان انت متوطر اصلا وما كنتش عايز تدخل اساسا قال لنا دوني الهداية وروح اهلا نقول لك الف مبروك وسلم لنا عليها نستنينا هي تخش تاملنا ريفيوهات على الصفحة اتزل بس عنا عدم مجاينة عشان ايها تعبد شوية الف سلم عليها طبعا سلام عليها سلامنا ليها كتير وان شاء الله تكون من الفيزين معنا المرة اللي بإذن الله هتتشتري بقى انت طبعا انت عندك شعر وكل حاجة بس يعني هنتصرف الف مبروك نورتنا والف الف مبروك نعم نكمل بقية كلام عن المنتجات ومعانا منتجين بنفس الاسم ديكريان ونرجع تاني ونقول ان الاساميه حلوة قوي 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 ومبطقرة هي عيلة واحدة مش منتجين عيلة واحدة اسمها ديكريان تمام اه ده او انا ينفع اصحابهم يا جماعة طيب اوكي شكرا جدا ده اللي مرسوم عليه كده بصيلة الشعب اقول ده تقريبا ده ضد القشرة ده القشرة ده مجموعة القشرة شامبو سيرم او سبري للاشرة طيب حلوة جدا جدا برضو طريقة الاستخدام ده الشامبو بيستخدم ازاي للغسيل بقى العادي مرة ولا مرتين الشامبو بس خليني اؤكد على حتة مميزة فيه انه هو سالفيت فري مش منخفض مش سالفيت منخفض وضخ سالفيت فري مفوش سالفيت نهائي مفوش ملح خالص خالص يعني مش هيكوي الشعرايا ومش هيقصفها بالعكس ده هيساعد انها تبقى نعمة وطويلة ويحسن من صحة الشعرايا نفسها ويحسن النخاع بتاع الشعرايا من جوه من الاصل من الجدر ولو متأصف زي حاليتي كده وانا ساعات هقولتلك ده متأصف قلتلي استخدميه على التأصيف هيعالجه هيعالج التأصيف نفس المجموعة بقى كلها مع بعضها الشامبو مع السيرم الاتنين او لكن حاجة الوحدة هيبقى النتيجة اقل وبرده هو مش سيرم سيرم يزيت الشعر هنفتحه ودليت احنا هنتعدي علينا لأ ده انا المرات دي بقى احلي فالي او بص بس عشان كل مرة احنا بنتكلمه بس ومفيش ولا مرة جرب نوب جن مش هنفع نتجرب السبري والشامبو هنا انا جربولك على شعري هنا او اه اه وانت فاكر ايه ده احنا متبرشن بس فكي البرشامة او بحاول افكو انا بس عايز اقوليكم ان هو ما بيعملش اي زيت خالص خالص نهائي وانا شعري ضهني وقلتلك الكلام ده اكتر ممر انا شعري ضهني بستخدمه ولا اي تأثير فانا استخدمه لكم دلوقتي عشان تشوفوا ان هو ما بيعملش اي انا برضو عايز اأكد انه المنتج موجود في السيدليات يا جماعة اهو اهو مش بس بيع اونلاين المنتج موجود في السيدليات كير سيدليات فودة سيدليات السرفي سيدليات سلطان ده موجود فيهم لو اتصلت تاني دلوقتي واحنا على الهوة هلاقي المنتج ده موجود موجود سواء الكاردفير او الدكريان طيب استنى بقى نحب نعمله ده جديد طبعا يعني احنا في الاول كده عايز له خمس ست بخير اهو 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 اكتر من كده ده هينزل على شعك اهو صح انا بستخدم صح مش كده صح اهو 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 احنا لما نيجي نرش نرش على الجدر مش على الشعرية وبس انا شدت على شعري كله بس عايزة اوديكو ان هو بيمتص حتى على ايدي بيمتص اهو ودي ميزة تانية بقى للمحجبات ممكن نرشه نحط منه على شعرنا ونلبس الطرحة مش هيبقع احنا عشان احنا معانا وقت هوى دلوقتي هم هيشوفوا اذا كان بقى عامل لمعة اذا كان امتص اذا كان اي حاجة طبعا رشة كتير جدا ده طبعا من الزكائي انت رشت كتير فعلا في حتة صغيرة اللي انت رشتي ده كله ممكن تفرديه على فروط راسك او نص فروط راسك لانه برضو برضو مانو بارتكال تكنولوجي اهو عمدك بدلة اهو في حاجة اصولت حاجة اهو مش هيبقى طبعا على البدل ولا اي حاجة خالص دي ميزة بجد فيه ان انا بعرف احطه وانزل ما عنديش مشكلة خالص وما بينشفش الشعر بينشف لحظة لانهو مفوش اي صوديم وبعد كده تمام مولك اني فيه اي حاجة خالص مفوش ملح تماما تماما ده الشامبو وده السيرام قلنا ده انا بغسل شعري عادي جدا بيه من مرتين لتلاتة في الاسبوع حلو جدا اهو اهو نطلعو ده الشامبو والسيرام بستخدمه قد ايه زي ما انا عايزة ولا برضو من مرتين لتلاتة في الاسبوع فيه ناس ممكن استخدموا قبل الغسيل وبعدين تغسل وفيه ناس بتغسل بالليل وتحطوا الصبح او ممكن نحطوا بالليل ونوم الصبح نغسل كل واحدة بقى على حسب هي بتحب تعمل ايه يعني انا ممكن مغسلوش ولا لازم مغسلوش مالوش كاتالوج في الاستخدام استخدميه برحتك بطريقتك نعملي منه حمام زيت احنا بالمناسبة كمان في دلوقتي بعد الحلقة دي هتلاقوا على الصفحة معاهم حمام كريم بعد الحلقة على طول ان شاء الله موجود خلاص هو قريدي موجود معانا على الصفحة الناس ممكن تدخل تتابعنا على الصفحة موجود حمام كريم 500 ميلي جرام بيساعد ان هو يطول الشعر وينعمه بزيادة اسمحلي انا من عاشق الحمام كريم يعني بص لو جبتلي اي منتج في دنيا فين حمام كريم فانا عملتلك انا عملتلك مجموعة دلوقتي متكاملة سيرم شامبو حمام كريم بيتطلب منكم حمام كريم دي مجموعة للاشرة ودي مجموعة للتساقط برضو المجموعة كلها للتساقط والمجموعة كلها للاشرة تمام السيرم انا هقولك انا باستخدمه ازاي اسمحلي يعني بسلك بيه شعري اصلا يعني شعري فيه مشكلة بروح اقعد احطه واسليه دي حاجة انا مكنتش بتكلم عنها مثلا لكن انا هاخد منك الريفيو بتاعك وهتكلم عليه انه جماعة ممكن نستخدمه في تسليك الشعر وما بخسلش شعري تاني وموضوع المحجبات انا برضو ما كنتش عرفه دي واحدة استخدمته قلت يا جماعة انا استخدمته ولبست الطرحة وانزلت ما عمليش اي بقعة خالص في الطرحة اهو 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 انا ده انا حطة كيلو على شعري انا حطت كتير جدا افترة يعني ولا اي حاجة خالص خالص انا بحب الحاجات دي وزي ما قلتلك قبل كده بحب الشكل يعني بحب شكل العلبة وهي محتوطة كده وحاجة شكلها شيك مش متعبية اي علبة او اي تقفيل دي برضو حاجة من حاجات المميزة عندكم الشكل العام طيب خلينا نستقبل بس اخر فايزة معانا وهي مريم يوسري يا مربي ادي عصر خالص انت تصغل بنا اصلا عملا ايه لقتي بقى تبسي كده ايه ايه اخبارك ايه الامر ده ايه خليك ايه انت منين ايه مبطهرة غامسي بجد او ادع ناسي بقى الكاميرا عشان ما ينفعش تبقي مصطن ده طول الوقت ايه انتو خدتوا ايه من المنتجات انا خدت مجموعة الكوديفيف للوش عشان الحب الشباب بقوا كده فالهو فرق مفيش اي حب شباب كان فيه بقى ما هو كان فيه بقى ما انا خلاص استخدمته واخدت الديكبيان للشعر عشان كان بقى لهو الشامبات التاني بيبقى فيها كيمويات وكده فدي مفهاش سلفات ففي النفس الوقت بقى بتنظف فولت الشعر كويس انتي خلاص جربتي وعرفة اه بس بالصعب لما جربته مومن الاثنين فقلت مو بقى لمنتج التختيص لما نجربه فايبقى مبلاش اسبوع بتجربه فايبقى كده بقى فينا تيجا حلوة طيب حلو جدا فرق معاك فعلا انت بيالك ايه بتستخدمي مثلا منتجات البشرة حوالي مثلا شهر انا عايز اقولك محدش يولمي كان فيه في وشك حبايا يعني مش حبايا حتى الهات السودا المسا فيتامين في خطو او زبط معايا الدنيا كلها مفيش ايه هلا دانا عندي هلا تقطب منك بمراحل انتي بتتكلمي فيه حلو جدا طب حلو جدا طبع انت منفعش تستخدمي باللوان ولا انصحك بي هتروحي في ايه عرمة طب انت كنت تبخيل انت وكنت تكسبي يعني احنا اتصلنا بيكم وكل حاجة بس يعني عادي زي اي مسابقة ما انت شفتيني دبيت الزغوطة انت اللي زغراتي هتزغراتي تاني لا لا يلا واحدة قدامت كاملة تيه لا مستيلي وزغراتي انت اللي فتنتي على نفسك انا عمالها دور هقول مين اللي زغراتت زغراتي يلا لا هتطلع ولما طلعتش هنسقفلك برضو عادي يلا بس عرب المايك بتنعمل ازاي محترفة اه 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 الف الف مبروخ انا مش هاجي تاني ان شاء الله انت هتجربي تاني او ان شاء الله هتشتري وهتحاولي تدخلي المسابقة بأس بإذن الله وتكسبي بقى السلسلة ان شاء الله 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 طالما بتعرفت الزغرات تاخد اعلى جايزة ماشي معروفة انا العمالة دور عليها اقول مين اللي زغرات مين اللي طيب بسرعة خالص هنتكلم على دكريان بتاع التساقط تاني مش للصلع للتساقط يعني اللي عنده صلع ما يجربوش مش هيعمل معاه نتيجة اللي عنده تساقط الوراسي ما نعربش منه طيب بسرعة جدا بردو نفس طريقة الاستخدام نفس طريقة الاستخدام الشامبو والسيرم وحمام الكريم الجديد الجديد طيب يعني انا هاخصل شعري بعدين احط حمام الكريم واطلع اعمل ممكن حمام كريم عادي جدا بدا او ما اعملهوش بالزبط مش هتفرق كتير كده كده هو عشان بيمتص بسرعة جدا بردو سالفات فري وبردو بيمتص بسرعة انه بارتكال تكنولوجي وبردو موجود في السيدليات يا جماعة سيدليات كير سيدليات فودة، سيدليات السرافي، سيدليات سلطان واعتقد ان اللجوهات نزلة معنا على الشاشة لو عامل بروتين مفيش اي مشكلة خالص طبعا امان امان جدا اطفال الصغيرة يا بنوتي الصغيرة بخير استخدمي لها اي حاجة على شعرها استخدمي لها الشامبو زي الجونسون بالزبط فوش ملح ولو شعرها خفيف هيتزبط اه مفيش اي مانع خالص مفيش اي مشكلة خالص في خلال قد ايه بردو كده ممكن ابدأ الاقي افكت او نتيجة بص المفروض المفروض الطبيعي بيبقى من ستين لتسعين يوم حلو جدا احنا الناس بدأت تقول في نتيجة بداية من خمسة وعشرين يوم وعشرين يوم بجد التساقط وقف القشرة تمنعت لا انا عارفة تلت شهور انا عارفة منتجات الشعر تلت شهور وقبل كده بقى بظلم المنتج خمسة وعشرين يوم برقم قلت خالص خمستاشر يوم التساقط وقف خالص بجد؟ انا بحييك يا دكتور انا بحب الانجاز بس لازم نفضل مكملين يعني مش معنى ان هو التساقط وقف او القشرة قلت ان احنا ما نكملش لازم نفضل مكملين تاني اشان الشعراية تاخد وضعها الصحي الطبيعي تمام بس في حاجة مهمة برضو بنقول عليها ان مش لما وقفوا شعرها يقع زي بقية المنتجات اللي في السوق ما فيوش المادة الكيميائية اللي لما بنوقفها الشعر يقع ده حقيق ده طبيعي مية في المية طبيعي مية في المية مليون في المية ده مهم جدا 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 لان فيه ناس كتير بتشتري منتجات وبيطلع ووقف يقع اكتر ده ما فيش الحكاية دي ده بيعالج ده مش حاجة كده مخدرة او مسكنة السؤال بقى المستفز اللي الناس كلها بتسألوه هو ده مستورد من اين عشان شكل العلبة وعشان المنتج وعشان كل حاجة الجماعة هو مصر ما فيهاش انتاج خمات مصر ما بتنتجش خامة مصر بتستورد الخمات فطبيعي الخمات اللي فيها كلها المستخدمة كلها مستوردة بس صناعة بيد مصري والمدة بتاعت حضرتك او التركيبة بتاعت دكتور امير بتاعت شركة كيو ايش بي من وزارة الصحة مترخصة من وزارة الصحة ومواد كلها مصرح بيها ان احنا نستخدمها خليني برضو اسألك على كاردفير بتاع البشرة من سن كم انا بقدر استخدمه الكاردفير 8 سنين 9 سنين عشان البشرة بتبدأ تبوز من السنة ده لانتاج عيد لكن انت الغسول ممكن تستخدمي من سنة صغارة اهي اصل البنوطة الامر اللي دخلت ديما اقوى مستاشر سنة مثلا او حاجة فما فيش اي مشكلة دايما والاصل الهرمونات اصلا ما نخطيش حاجة الغسول ده غسول وفي نفس الوقت ميكاب رموفر وفي نفس الوقت بيعالج الحبوب حب الشباب على فكرة كنت شفتها قبل كده مرة انا مرة شفتها متايقلي في حتة او حاجة مش فاكرة بس يعني انا حاسة ان الحبوب يعني بقت احسن او هي كانت بعت الصورة لما كنا بنعمل يمكن للناس ايوة ايوة واحنا بنعمل الهدايا فاتبعت لنا الصور يعني مين ومين اللي جاي والكلام ده كله فوشها كان متدمر فانا مستغربة بصراحة ان هي ويمكنها حتى عادت اقول يمكن مش هي او حاجة بس لا يعني وشها ولا في اي حبية طيب خلينا اقولك برضو بلا استخدمه من سن؟ بلا وانا ده الابن الاهم استخدمه من سن كام؟ من سن 8 سنين لو عايزين حلو جدا يعني اي حتى لو طفل عنده سن لم يستخدمه وفيش مشكلة بس طبعا في الحالات اللي هي المختلفة شوية والحالات النادرة دي يعني يفضل ان احنا نروح للطبيب الاول طبعا ممكن يكون في مشكلة معينة لان ممكن بالضبط يكون عنده مشكلة في الهرمونات مشكلة في حاجة معينة بس هو بيدي باور زي ما قالت فده تمام يعني في المذاكرة وفي الحياة وفي اللعبة فهو تمام امام معايا بالضبط قبل ما نختم مسبقة عيد الام تاني فكرني بها تاني وقولي اشترك فيها تاني ازاي؟ اولا هتتابعينا على صفحة الفيسبوك تمام لكل منتج صفحة لوحده فهتتابعينا عشان نتابعك ونشوف بعد ما استخدمتي هل فيه مشاكل ظهرت معاك او لا مفيش وعشان تشترك معانا اللي من واحد واحد اشترى بيبعتلنا صورة الفاتورة اوكي تمام من صيدلية او اونلاين اي صيدلية في الجمهورية كلها ببعتلنا بس صورة الفاتورة هناخدها وندخلك معانا هنديكي رقم او هنكتب اسمك عندك وناخد عندنا وناخد بياناتك وتبقي انت خلاص اشتركت معانا في المسابعة واتبعينا عشان تعرفي معاد السحبين وبرضو هنأمل زي المرة دي هنأمل السحب على الهواء وهنألنا اسماء الفايزين على الهواء الجوايز هنقول هي ايه على الصفحة تتابعوا الصفحة اي حد من دلوقتي يبعت مفيش معاد معين للبعد من واحد واحد حتى لو اشترت وما تعرفش من يوم واحد واحد لحد ما هنقول الديدلاين امتى بتاع السحب انت دخلت معانا بصورة الفاتورة اي منتج مش لازم اشتري مثلا ب 500 جنيه ب1000 جنيه او دكريان او كاردفير اي حاجة اي منتج حلو جدا وكل العروض دي موجودة في الصيدليات وفي عروض موجودة برضو على الصفحة تابعوها زي الميزاني الديجيتال او غيره في عروض موجودة في الصيدليات وفي عروض موجودة في الانلاين خاصة بالانلاين حلو جدا بس برضو انا لو الانا مش متطمنة اروح الصيدلية الانا ومش متطمنة ومش لقيا في الصيدلية هم هيبعتوا هوليم الصيدلية وايا كان هتشتري اونلاين او هتشتري من الصيدلية لو سمحتوا تحرصوا على ان انتوا يبقى معاكم الفاتورة الريسيت من الصيدلية او فاتورة من الشركة المبعوطة لكم طيب حلو قوي ان شاء الله ان شاء الله من النهاردة هيكون كمان فيه لديفة جديد العيلة لدكريان حمام الكريم ووعيدني ان هو يعمل منتجات كتير كل ما لاقي حاجة نقصان يقوله كيف تعمل لنا كذا يقولي بعمله ده حاجة كويسة جدا نورتني يا دكتور كالعيدة بشكرك على مصدقيتك بشكرك على حرصك ان انت تعمل سمعة طيبة وتغير فكر الناس وفكرهم عن المنتجات وعن المنتج المصري وفكرهم على ان فيه حاجة بجد حقيقية وفيه منتجات وفيه ناس بتكسب بشكرك انا اللي بشكرك ان انت بديت لنا المساحة دي ان احنا نطلع ونعرف الناس بمنتجات انت هتنورني يا دكتور منتجات طبعا يعني الحمد لله هي عاملة انتشوار كويس جدا وفي وقت قصير يعني المنتجات يمكن احنا لسه بدأنا علاننا عنها في وقت قصير الحمد لله عاملة نتيجة كويسة والنتائجة دينا شفناها ان شاء الله المرة الجاية او في السحب اللي جاي كم معنا كل الفائزات باذن الله اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من حكاية نجاح وكانت معاكم كريستينا جمال اشوفكم الاسبوع اللي جاي